النهاردة أول خبر معايا هو استقبال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية لأسادة وزراء الإعلام من الدول العربية المشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية السيد الرئيس النهاردة أجرى مناقشة مفتوحة واستمع إلى أراء السادة الوزراء والحقيقة أتحدث الرئيس على سلاسة محاور أساسية أستطيع أن أضعها كخارطة طريق للإعلام سواء على مستواه الرسمي أو الإعلام بشكل عام أولا رئيس قال أن التحريض على التدمير ليس بالرسالة الحضارية لبناء الأمم وأن القيم الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والأمن لأن رسالة الدين هي التعمير والسلام والتنمية وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضري آمن النقطة الثانية التي تحدث فيها السيد الرئيس مع وزراء الإعلام العرب قال أن الإعلام العربي عليه التحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة التحديات المشتركة النقطة الثالثة التي تتكلم فيها الرئيس النهاردة ترحي القضايا المختلفة على الشعوب يجب أن يتم بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل الجمعي العربي النهاردة السيد الرئيس وضع يده على مجموعة من النقاط هناك تحديات عربية مشتركة تشترك فيها جميع العواصم العربية ومن ثم هذه التحديات مواجهتها بتحتاج إلى تعامل جمعي بعقل جمعي بلغة واحدة مش صوت واحد وإنما لغة واحدة لابد أن نواجه الإرهاب بلغة واحدة وبصوت واحد لابد أن نهاجر عبر العديد من تغيير الأفكار من منطقة رمضية غير متضح فيها الفارق بين الرأي وبين الإرهاب لابد أن نخرج من هذه المناطق الرمضية من خلال تحرير المفاهيم وتوضيح المفاهيم والنهاردة الرئيس بيقول لهم عايزين لغة واضحة واحدة لمجابهة تلك التحديات التحدي زي الإرهاب محتاج صوت عربي موحد لغة عربية موحدة أيضا تحدي زي الجوع ونقص الغذاء والفقر والجريمة والتدخل الأجنبي في الشؤون العربية هذا تحدي عربي محتاجين مجابهة لأن هناك تدخلات غير عربية إقليمية في الدول العربية في ليبيا هناك تدخل تركي في العراق هناك تدخل إيراني وتركي في سوريا هناك تدخل روسي إيراني واضح وتركي في شمال سوريا في اليمن هناك تدخل إيراني في لبنان هناك تدخل إيراني في فلسطين هناك تدخل إسرائيلي في الإمارات هناك جزر محتلة من إيران لدينا تدخلات إقليمية من دول إقليمية في دول عربية أدت إلى ضياع هوية بعض العواصم العربية تغيير بعض الخرائط العربية وفي ظني أنها لن تعود مجددا إلى ما كانت عليه قبل فوضى 2011 نارد الرئيس بيقول لوزراء الإعلام العرب المتوجدين في القاهرة عايزين أن يكلم الناس يكلم الناس بعمق مش بسطحية مش بضحالة لابد أن يكون أي واحد يتصدر لمشهد الحديث للناس أو مجابهة التحديات بمحاولة فرض نوع من الوعي أو نشر نوع من الوعي لابد أولا لهذا الشخص أو هذه الجهة أن يكون لديها الوعي أولا الفهم الواضح الفهم المعمق حسن العرض نوع من الجاذبية في العرض هو داء الإعلام أنا واثق تمام الثقة وأرجع بالذاكرة إلى سنوات مضت ست سبع سنوات الرئيس كلما تحدث تحدث عن الإعلام إما بنوع من التحفيز التحميس أو نوع من استنهاض الهمم أو أيضا بالنقد أو بنوع من التوضيح وفي غير مرة أكثر من مرة بيلتقى الرئيس بالإعلاميين ويستمع إلى ما لديهم من أسئلة ومن تساؤلات وأيضا من أفكار ثم يبدأ الرئيس في الرد بسياق عام مبدأه ومنتهاه هو الوعي مبدأه ومنتهاه هو الكلمة فالكلمة هي الوعاء الحقيقي للوعي الكلمة هي الوعاء الحقيقي للفكر الكلمة هي الوعاء الحقيقي والجسر الحقيقي والنوافذ الحقيقية التي تذهب بنا إلى التنوير الحقيقي غير المصطنع هذا هو الأمر في مبدأه ومنتقاه ده كان النهاردة لقاء السيد الرئيس مع وزراء الإعلام العرب